عند تقاطعات الشوارع الرئيسة للعاصمة بغداد وبين زحام المركبات يقضي علي ذو الأحد عشر ربيعاً معظم أوقاته لبيع المناديل الورقية علّه يكسب قوت عائلته التي وجد نفسه معيناً لها بعد وفاة والده أنا ويوم متوفي صال لهواي وأطلع بيحكلي نزل صاف خامس آني فهذا الشغل مقعي كافيه وأنا عايشين بها جدي بنا بنا إلا ندبر هاي العيشة غير أن يعني نعيش عالتنا فما قاعد كافي هاي الشرطة اللي يحقونا لما يخلونا مش فغل أفرزت الحروب والأزمات المتتالية التي عصفت بالعراق أعداداً كبيرة من الأيتام يرزح معظمهم تحت ظروف قاهرة في ظل غياب الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية الأمر الذي يجعلهم عرضة للعمالة المبكرة أو الاتجار والاستغلال الجسدي وينذر بمستقبل مجهول للأسف الشديد بعد 18 سنة و 19 سنة حد الآن ما قدرنا نشرع قانون لحماية الطفولة فبالتالي أكيد الأطفال في صورة عامة والأطفال الأيتام ما راح يحظون بفرصة أن يعيشون براءتهم وطفولتهم كاملة نتمنى من الحكومة العراقية أن تولي اهتمام كبير للأطفال في مجال الخدمات الصحية والبيئية والتربية والمدارس وتأمين بيئة آمنة للأطفال وحماية الأطفال من الاستغلال رغم افتقار العراقي إلى إحصاءات رسمية إلى أن وزارة التخطيط العراقية تقدر عدد الأيتام بنحو مليون فيما تشير أرقام منظمة اليونسيف إلى أكثر من خمسة ملايينيتهم التباين الكبير في الأرقام وحده يشي بحجم الإهمال الذي يطول شريحة الأيتام في البلاد وفق ما يراه مراقبون ليست ظروف المعيشية القاسية على الأيتام هي فقط ما يؤرق المنظمات الإنسانية بل وضعهم الاجتماعي وإمكانية استغلالهم جسديا أو انحرافهم جراء الإهمال راد المعموري ترى تعربي بغداد